صفعة قضائية وصفت بالعيار الثقيل هذه المرة أثارت ضجة سياسية في غضون أقل من 24 ساعة قد لا تهدأ فورا بين بروكسل وأنقرة على أثر القرار النهائي للمحكمة البلجيكية العليا بأن حزب العمال الكردستاني ليس منظمة إرهابية بل هو طرف في حرب داخلية مسلحة ولم ينفذ أي أعمال خارج مناطق الصراع وبالتالي لا يمكن ملاحقته أو مقاضات نشطائه في دول أخرى واعتبر محامو الجانب الكردي في ختام مؤتمر صحفي في بروكسل قرار المحكمة بأنه يتماشى مع القانون الدولي وما قد يفتح المجال لحل سياسي للقضية الكردية مع انقرة هذا القرار أسس لمقاربة يمكنها أن تفتح عدة آفاق بما فيها الجانب السياسي الذي يجب أن يحظى بالدعم لوضع خطة بمساعدة أوروبا والدول الأوروبية لكي يلتقي الطرفان على طاولة التفاوض من أجل التوصل إلى حل للصراع المستمر منذ عقود وفيما لم تمتص تركيا بعد الصدمة التي هزت أنقرة فور صدور القرار الذي يعد الأول في أوروبا في قضية تصدي حزب العمال الكردستاني لما يعتبره الخبراء إرهاب الدولة الذي يمتد لأكثر من 30 عاما وصف الجانب الكردي القرار بأنه تاريخي ومن شأنه أن يدشن عتبة جديدة يجب أن تتركز الخطوة التالية بعد هذا القرار على إزالة حزب العمال الكردستاني من لائحة الإرهاب وإلغاء كافة الدعاوي القضائية بحقه تحت ذريعة الإرهاب وأن يشكل القرار مثالا يحتذا به في باقي الدول من جهتهم عبر نواب أوروبيون عن اعتقادهم بأن القرار قد تتسع رقعته أوروبيا إثرى سقوط حجر الدومينو الأول في بلجيكا الوضع يشبه لعبة الدومينو حيث سقطت أول حجر الدومينو بهذا القرار في بلجيكا ليبدأ السقوط المتتالي لبقية الأحجار في 27 دولة باقية غير أنه في محاولة من الحكومة البلجيكية لتهديئة تركيا التي ظهرت وكأنها بلعت السكين على حدين نفى وزير الخارجية فيليب كوفا أن تخطوى الحكومة حدوى المحكمة العليا قرار المحكمة العليا اتهمت أنقرى به بروكسل بأنه سياسي بامتياز الحكومة البلجيكية ردت بأنه قضائي لا يلزم الحكومة فيما اعتبره الجانب الكردي انتصارا ساحقا على الجبهتين وبين هذه وتلك يبدو أن القرار رسم ملامح جديدة في انتظار تدعياته من بروكسل كريم باقستاني اليوم